لو الحكاية فيها إنا فيدو العلاج موجه إلى الزوجة مش موجه إلى الزوج إزاي نعلمها زي تنبسط الجنسية فبالتالي لو عملت ده هتبقى مقدمة على العلاقة الجنسية لأنه أحيانا الست ما بتاخدش من العلاقة الجنسية غير زي نقول كده بنقصين قرفها يعني يعني إن الراجل بيخش العلاقة بيستمتع هي بتستمتعش إنها بتاخد إيه بقى إنها لازم تقوم بعد العلاقة تستحمى وتغسط شعرها وتعملوا بالسشوار وتنشفوا عشان تروح تانيهم الشغل فبتبقى علقة عليها يعني مش جايلي مندحة جايب بيبقى دام خليها تبقى مش بتهرب لأنه كل مرة هتغسط شعرها وكل مرة هتنشفوا كل مرة شعرها هيبوز بعد شوية تقصف يعني شغلها ومفيش عائد عليه إنما لو في عائد إنها زي ما قلنا بتتبسط من المطعم ده هتروحه تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر